أوروبا قرة تزخر بالتاريخ الثقافة والتنوع وتحتضن مجموعة من الدول المتميزة بتراثها المعماري الفريد مناظرها الطبيعية الساحرة وشعوبها الطيبة لتسهيل الفهم يمكن تصنيف الدول الأوروبية إلى عدة فئات غرب أوروبا تشمل دولاً صناعية متطورة مثل فرنسا التي تشتهر بمدينة باريس، برج إيفل، العطور وعالم الأزياء ألمانيا معقل الصناع الألمانية، الغابات السوداء ومدينة برلين المملكة المتحدة التي تضم لندن العاصمة السابقة للإمبراطورية البريطانية إسبانيا معروفة بمدريد، برشلونة وجدرانها التاريخية إيطاليا، بلد روما، الفاتيكان، وبرج بيزا المائل شمال أوروبا يتميز بدوله الإسكندنافية ذات الطبيعة الخلابة والحياة الهادئة السويد تشتهر بستوكهولم الأضواء الشمالية وسيارات فولفو النيرويج معروفة بفيورداتها الرائعة ومدينة أوسلو فنلندا مشهورة بسانتا كلوز والساونا الدنمارك تعرف بكوبنهاج وقصر روزنبورغ شرق أوروبا يشمل دولاً كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقاً بولندا عاصمتها وارسو وهي معروفة بتاريخها العريق جمهورية التشيك تتمتع براغ جوهرتها بجمال معماري خلاب المجر تشتهر بودابست عاصمتها بأجوائها الساحرة رومانية تعرف بوخارست عاصمتها بقلعة بران الشهيرة جنوب أوروبا يتميز بدوله المطلة على البحر المتوسط اليونان تعتبر أثينا عاصمتها وتشتهر بالأوكروبوليس والآثار القديمة البرتغال تشتهر لشبونة عاصمتها بشواطئها الخلابة تعد الدنمارك إحدى الدول الإسكندنافية التي تتكون من شبه جزيرة جوتلاند والعديد من الجزر الأخرى شمالي ألمانيا وعاصمتها كوبنهاجن أكبر مدن الدنمارك وتتشارك الدنمارك حدودها البحرية مع النرويج والسويد وبولندا والمملكة المتحدة وتبلغ مساحة الدنمارك الإجمالية حوالي أثنان وأربعون ألف كيلو متر مربع أما اللغة الرسمية في الدنمارك فهي اللغة الدنماركية بالإضافة إلى بعض اللغات الأخرى كاللغة الألمانية واللغة الإنجليزية كما تستخدم اللغة الفاروية في جزر فارو واللغة الجرينلندية في جزيرة جرينلاند تقع إستونيا في أوروبا الشرقية وعاصمتها مدينة تالين وتمتد حدودها البحرية على كل من بحر البلطيق وخليج فنلندا ويحدها كل من لاتافيا وروسيا وتبلغ مساحة إستونيا حوالي خمسة وأربعون ألف كيلو متر مربع وتعد اللغة الفنلندية اللغة الرسمية في البلاد تليها اللغتان الروسية والسويدية ومن الجدير بالذكر أن إستونيا حصلت على الاستقلال في التسعينات الميلادية تقع فنلندا في شمال أوروبا وتحدها النرويج والسويد وروسيا وتشترك في الحدود البحرية مع إستونيا وتمتد هذه الحدود على بحر البلطيق وخليج فنلندا يعد جبل هالتي أعلى نقطة في البلاد وتبلغ مساحتها 330 ألف كيلو متر مربع حوالي 90% من السكان يتحدثون الفنلندية في حين أن نسبة قليلة يتحدثون السويدية إلى جانب اللغة السامية التي يتحدث بها السكان الأصليون في القطب الشمالي تشتهر أيسلندا بموقعها الاستراتيجي في شمال المحيط الأطلسي حيث تقع بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية إنها دولة جزرية تتخذ من ريكيافك عاصمة لها وتقع على بعد حوالي 840 كيلو مترا من المملكة المتحدة وحوالي 460 كيلو مترا من ساحل جرينلند وتبلغ مساحتها حوالي 103 ألاف كيلو متر مربع تقع أيسلندا عند نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية مع الصفيحة الأمريكية الشمالية مما يجعلها منطقة نشطة بركانيا ومن الجدير بالذكر أن اللغة الأيسلندية هي اللغة الرسمية للبلاد تقع إيرلندا غرب المملكة المتحدة وعاصمتها هي مدينة دبلن تمثل إيرلندا الجزء الأكبر من جزيرة إيرلند وتبلغ مساحتها حوالي 70 ألف كيلو متر مربع اللغة الإيرلندية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الإنجليزية تتميز جزيرة الزمرد بطابعها التاريخي وتشتهر بالقلاع التاريخية المنتشرة في أرجائها كما أن القثارة الأيرلندية من الرموز الوطنية لأيرلندا تعد لاتفيا إحدى دول البلطيق الثلاثة وعاصمتها مدينة ريغا وتقع في المنتصف ما بين إستونيا ولتوانيا ويحدها أيضا كل من روسيا وروسيا البيضاء وتتشارك حدودها البحرية مع السويد وتبلغ مساحة لاتفيا حوالي 64 ألف كيلو متر مربع تعتبر اللغة اللاتفية لغة رسمية في البلاد بالإضافة إلى اللغات الثانوية الأخرى كالإنجليزية والروسية وتشتهر لاتفيا بالمناظر الخلابة والشواطئ والأنهار والغابات ويجدر بالذكر أن دولة لاتفيا تتكون من أربع مناطق تشمل كورزيمي ولانجالي وفيدزمي وزيغمالي تقع بلغاريا في وسط شبه جزيرة البلقان بالقرب من سفوح جبال فيتوشا وعاصمتها صوفيا التي تتمتع بأهمية تجارية وثقافية في بلغاريا وتبلغ مساحة بلغاريا حوالي 110 ألاف كيلومتر مربع وعليه فهي تحتل المرتبة السادسة عشر في ترتيب الدول الأوروبية من حيث الحجم وتتكون بلغاريا إلى 28 مقاطعة و265 بلدية أما المقاطعات فتشمل بلاك ويفجراد وبرغاس ودوبريتش وقبروفو وخسكوفو وكرجالي وكيوستنديل ولوفيتش ومونتانا وبازرجيك وبرنيك وبلفن وبلوفديف ورسجراد وروسة وشومن وسليسترا وسليفن وسموليان ومدينة صوفيا وصوفيا وستارا زاقورا وتارغوفيشتا وفارنا وفليكو ترنوفو وفيدين وفراتسا ويامبول تقع جمهورية التشيك وسط القارة الأوروبية وعاصمتها براغ وتعتبر التشيك إحدى الدول غير الساحلية حيث تحاط بسلاسل الجبال المنخفضة كجبال خام وسوديتيك وسومارفا وتقع أعلى نقطة في التشيك في قمة جبل سينيجكا الذي يعد جزءا من جبال السوديت على ارتفاع 1603 أمتار عن سطح البحر في حين يبلغ أقل ارتفاع في التشيك نحو 115 مترا عند نهر إلبه وتبلغ مساحة جمهورية التشيك حوالي 79 ألف كيلو متر مربع وتحتل منطقة بوهيمة أكثر من نصف مساحة البلاد ويتخللها نهر أودر الذي يعد أحد أهم الأنهار في قارة أوروبا حيث يصب في بحر البلطيق ويجدر بالذكر أن براغ تعد إحدى أرقى وأكبر المدن في القارة الأوروبية تقع المجر أو هنغاريا في وسط أوروبا وهي إحدى الدول غير الساحلية وتقدر مساحتها بحوالي 93 ألف كيلو متر مربع وتسود أراضيها الطبيعة السهلية المسطحة حيث يسيطر على معظمها السهل المجري شرقي نهر الدانوب وتبلغ أعلى نقطة في المجر عند جبال تاترا وتحديدا عند قمة جبل كيكيس ارتفاعا يبلغ 1015 مترا فوق مستوى سطح البحر فيما تبلغ أدنى نقطة في المجر نحو 77 متر على طول نهر تيسا جنوبي المجر وتضم المجر بعض الأنهار الرئيسية كنهر درافا ونهر تيسا بالإضافة لبعض البحيرات المهمة كبحير بلاتون بطول 78 كيلو متر وعرض يتراوح ما بين 3 إلى 14 كيلو متر تعد بولندا إحدى دول أوروبا الوسطى الكبرى إذ تقدر مساحتها بنحو 313 ألف كيلو متر وتشترك بولندا مع بحر البلطيق بحدودها الشمالية حيث تتميز الأراضي البولندية القريبة من شاطئ بحر البلطيق بطبيعتها المسطحة فيما تبدأ تضاريس الأراضي بالارتفاع قليلا مع الابتعاد عن الشاطئ وتمتاز المناطق الشمالية منها بطبيعتها الجبلية فيما تمتاز الأراضي الوسطى بانتشار الأراضي الزراعية الخصبة والوديان والأنهار أما المناطق الجنوبية فهي جبلية نوعا ما إذ تحتضن بولندا 21 جبلا يزيد طول كل منها عن الفان متر ضمن سلسلة جبال تاترا على حدود سلوفاكيا فيما يصل ارتفاع أعلى نقطة عند قمة جبل أكثر الفان وأربعمائة متر وتصل أدنى نقطة إلى ارتفاع أقل من مترين في دلتا فيستولا مولدوفا هي واحدة من أصغر الدول في شرق أوروبا وتتخذ من كيشيناو عاصمة لها تتميز بتضاريسها الجبلية المنحدرة حيث يتراوح الارتفاع بين 150 و200 متر أعلى نقطة في البلاد تقع على ارتفاع 430 مترا في تلة بالانستي بينما توجد أدنى نقطة على ارتفاع مترين فقط داخل نهر دانيستر الذي يجري عبر جزء صغير من مولدوفا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا تتكون مولدوفا من أثنين وثلاثون مقاطعة وثلاث بلديات تقع رومانيا في جنوب شرق أوروبا وعاصمتها هي بوخارست تعتبر رومانيا واحدة من أكبر دول القارة بمساحة حوالي 238 ألف كيلو متر مربع وتتميز بتنوع تضاريسها بين السهول والجبال والوديان بشكل متساوى تقريبا أعلى نقطة في البلاد هي قمة جبل مولدوفينو التي ترتفع أكثر من ألفان مترا ضمن سلسلة جبال الكاربات الممتدة في وسط وجنوب البلاد يمر نهر الدانوب لمسافة أكثر من كيلو متر عبر رومانيا قرب الحدود الجنوبية مع صربيا وبلغاريا وتوجد عدة أنهار أخرى تشتاز البلاد مثل إرجيش وديمبوفيتسا وإيالوميتا وجيو وموريش وأولت وبروت وسيرت وسومش وتشتهر رومانيا أيضا بأنها تضم 41 مقاطعة تقع سلوفاكيا وسط القارة الأوروبية وعاصمتها براتيسلافا وهي دولة صغيرة نسبيا غير ساحلية تبلغ مساحتها حوالي تساك وابعين ألف كيلو متر مربع ويسود طبيعة سلوفاكيا التضاريس الجبلية والغابات الكثيفة في منتصف البلاد أما في الشمال فيمر بها جبال الكاربات مع حدودها مع كل من التشيك وبولندا وتبلغ أعلى نقطة عند قمة جبال تاترا التي تمر من سلوفاكيا بارتفاع يصل إلى الفان واستمائة متر فوق سطح البحر بينما تقع أدنى نقطة بالقرب من حدودها مع المجر عند نهر بودروج بارتفاع 94 متر وتنفرد سلوفاكيا بحيازتها على الينابيع المائية الساخنة من بين الدول الأوروبية التي تقع خارج الدول الإسكندنافية وتقسم سلوفاكيا إلى ثمان مناطق رئيسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر